بدت قصتك وشلون بعت البيت ورح تتراجع وشنو طلع من القفاية من نصب احتيال الجنابك تفضل اسمح قصتك السلام عليكم اول مرة بال2015 تقريباً 2016 جاءنا شخصي الشخص يعني بالعظمية بمنطقتنا قل لي تعال انت ليش ما عندك شور واني شتب وقت زوجتي مضروبة مفخخة فتعرف الامور كانت شوية صعبة شوية فقال تعالى انت على مودة جواز مالك نصرف لك خمسمائة الف مجرد انه بس تفتح الضارة بالضريبة مال العظمية يعني انا ما اعرف بشغلتهم اول مرة هم يعني يتشعدوا محتيال على العالم فها مو بس انا ضحية اكو شباب وهو بالعظمية يعني ضحية طلعت في هذا الموضوع يعني طلعوا يعني شباب مثلا اللي صارت عليهم حوالات اللي يشتغل بالمطاعم واللي يشتغل حمال بالسوق واللي يشتغل عمال ركز دي بقصتك اللي صاروا ياك اللي قصة ماتي انه قالوا ليمشوا يانا تفتح الضارة بالضريبة مال العظمية طيب على مودة الروتين اللي يمشي بالمصارف انه تسوي غرفة تجارة على مودة شنو تطلع لك هوية مال غرفة تجارة على مودة تفتح حساب مصرف العظمية مصرف بالكرادة فاني آسف شوي لانت هل قد ما مرتبك بهذا الموضوع لانه تأذيت لا لا براحتك براحتك لان اذوني حيل براحتك طبعا فبوكت قلولي بمصرف بالكرادة رحت فتحت هناك المصرف على استلال ما عدموا فلوس تعال روح على غير المصرف تفتح حساب فهاي الشغلات مشت يعني فتحنا حساب هنا بهذا المصرف وبذاك المصرف ما خلوني يفتح حساب وبعدين بهذا الاثناء هاي بالالفين وستعاش تأخذ خمسمائة الف كل جد لا هي بس مرة وحدة مرة وحدة طوال خمسمائة مرة وحدة هاي وهمنا مو خمسمائة طوني أربعمية يعني للعلم فبوقته استقطاعات هاي اي طوني أربعمية الحمد لله فاني جيت ببالي يعني انه كنو انا سوي يعني اخذ سلفة من المصرف لانتعرف احنا بوقته ما يطون يعني فلوس من المصرف وكذا فمشيت بالمعاملة وكملوا يتقلوا الهنا دورك انت انتهى بعاد هاي الماتتك الماء على مدى الجواز ماتتك وحنا حنستلم الفلوس على مدى الجواز مالك بهالي اثناء بالالفين وستعاش ما اعرف يعني بعد الغافل اللي الله شو الاكتشفت والله اكتشفت هاني من دنبيع البيت فبوقته يعني بدنبيع البيت قالوا عليك انت طالع حوالات انت مسوي حوالات باسمك يابش قدل حوالات يقولوا لي والله طالع عليك اربع مليارات واحد يقول لي مليارين وشوية والحصة ماتت مالي البيت وقفت الوحيدان يعني من اهلي ويعني فلوس يعني تعرف يعني شون يعني راحت يعني رجعت عليهم قالوا يابش شون طلعت عليها الحوالات قالوا انت مسوي حوالات بمصرف فلان وفي مصرف فلان طيب ثبت عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر